رجعت كنت توصل على جيه مع تلتي بزميلاتك والصديقاتك بتحني له المرحلة هيدية وأبداً صارت ورحتي ما وقفت بعدها هاذي شخصية كيف بناتها كيف بلوبرتها أنا بنت الأرض هيدا أحسن لأب وأعز لأب لقلبي هنتي هار بتشوفي اليوم اللي عم نعيشه هو بداية إلى حل في مشروع حل لأنه كنت أعرف أنه الأفق مسدودة وما حدا إلو حق يقطع الأمل لشاب أنه يعيش نجات صليبة مرحبا أهلا وسهلا فيك بحديث مع ريكاردو كرام مرسي ريكاردو على هيدا الشانس إنه ناقود سوا بس بدي خبرك سر أنا بعد مخبرتك لي هو إنه من وقت ما رجعت على لبنان يمكن من سنة الألفين وواحد أنا وبس مع كل الانترفيوز اللي أنت بتعملون وشوف الناس اللي أنت بتستقبلون كنت دايما نقول إنه كيف هولي الناس بيوصلوا لحتى يقعدوا مع ريكاردو ويحكوا عن حياتهم وقراءهم وأفكارهم ما تخيلت نهار أنه راح يكون قاعدة مطرحهم اليوم بحس إنه هيدا كتير شرف لألي يكون قاعدة بنفس المطرح أنا وهيك عم نتحدث اليوم هيدا كتير الله خليكي خجلتيني أنا سعادة لألي وشرف لألي أنا إنه جالسك وإنه حورك أنا بدي أقول اللي عم يسمعونا ولي عم يشوفونا كمان إنه نحنا تعرفت على بعضنا من خلال أجام على أمريكي في بيروت أهم شي شفته برأيي حب التلاميذ ذلك كنا طبعا شاركنا أنا معك بلجنة صغيرة لجنة تحكيم لمشروع كبير مشروع إبداع هو وكنا دايما بنهاية هاليوم الطويل كان التلاميذ سبعا تقدم مشاريع كلها وتعني بريزنتيشن بقى لجنة سمع لألون ونأيمون إحنا مجموعة آخرين من حكام بعد أن نوزع الجوائز تكن اسمك يتم منادات وتطلع أنت على المسرح أو على الدرج ومئات التلاميذ بعتاد أنه الصفير والزائف كان يعلو بشكل منقطع النظير هالزائف هيدا مش تأتي له هيدا كاني يعني نهار إبداع كاني فرجي قدي أنا كنت اتحدى التلاميذ وكنت اتحدى حالي ولا مرة طلبت منهم أنهم يقبلوا الوضع مثل ما هو أو يقبلوا أنه أنا أعطيهم المعلومات كنت اتحدى هون ليخلقوا المعلومات اللي هني بدون إياها بمشاريعون هيدا التحدي كان اللي يريحني كان اللي يعطيني آخر السمستر آخر الموسم أنه أنا عملت واجبيتي مثل ما هيك هلأ الزائف تغير هلأ مش معناته زائف هلأ صار فيه تحدي أكبر ستبدأ تحدى حالي وتحدى الناس اللي اللي بتوثق فيه لحتى سوا نخلق أمل جديد بهيد الحياة التحدي الأكبر حلو صعب بس بديه بديه ما اشتقت لأرجع اشتقت لحتى أعمل نفس التجربة بطريقة أخلى مع العالم اللي انتخبتني ومع العالم اللي بتوثق فيه ومع العالم اللي قابلي أنه تتحدى حاله هذه الشخصية كيف بناتها كيف الورتية مين هي نجات صليبة إلي ما بنعرفها نحن أنا بنت بنت الأرض هيدا أحسن لقب وأعزة لقب لقلبي بس أنا بنت لبنان اللي عيش الحرب أنا من سنة الأربعة عشر سنة عشت الحرب وهلأ لما نرجع من نسمع بالحرب نعرف شو يعني الحرب الحرب كتير قاسية الحرب كتير ظالمة والحرب ما فيها شي بيعطيك أمل العكس بيقطع الأمل من شين هون من هون خلق التحدي إنه أنا بدي أتحدى شو يعني واحد أو ولد تتركه يعيش مريت بيته يدهر من بيته ويفوق معلش شوية أسرت يفوق تنهار ويلاقي إنه ما عنده ملعقة ما عنده شوكة ما عنده صحن ما عنده بيت عالطري هيدا كتير كان قاسي ومن عمر أربعة عشر سنة كنت أقول إن شاء الله ما أرجع شوف هيدا المنظر لأنه كان كتير صعب للأسف مع الحرب ومع يعني نحنا تحركنا جنوباً لأنه بي كان عنده أرض بالزهراني وبالقاسمية وبصور ما كنا عم نجي على مطرخ آمن كنا كلما نروح لمطرخ نرجع نضطر نتهجر مرة تاني يعني هيدا المنظر اللي عشته وقته كان عمري أربعة عشر سنة فلينا من الضم ورجعت شفته مرة ورجعت شفته تاني مرة وثالث مرة وربع مرة لحده بالآخر تركنا كل الأرض اللي نحنا منعشقة وجينا على المنطقة ما يسمى المنطقة الشرقية آخر شيء من بعد عشرين سنة تهجير كل خمسة أو ست سنين اتهجر من مطرخ هيدا كان التحدي والتحدي تعلمته من جدي ومن بي لأنه مع كل تهجير كانوا كمان يرجعوا يبنوا بيتهم يرجعوا يفطونا بمدارس تكون مليئة يعني لايئة فينا يرجعوا يأكدوا أنه لازم نتعلم ونكمل علمنا يعني شفت التحدي فيهم أنه تاني نهار لما راحوا بي وجدي شايفوا بالدمور أنه كل البيوت عم تنسرق وبيوت كبيرة والسجادات عم تنسرق ما لقيتهم آخر الليل أنه عم يبكوا تاني نهار واعي جدي حطربوا شو أنا رايح الشغل أنت رجعت على الدمور اليوم أنت نايبي بالمجلسان نيابي وتم انتخابك في هذه الدائرة اليوم هل بتشوفي حقيقة عودتك إلى الدمور من هذا الباب العريتي اللي هو قلب الناس كانت هي البوابة اللي كنت تحبي تحبي ترجع من خلالها إلى عرينك إلى أرضك إلى ذكرى أجديدك نحنا كنا من أول ناس رجعنا على الدمور إيمانا بالأرض وتعلقنا بالأرض بي كان من أول الناس اللي رجعت قالت هيد الأرض أرضنا ونحنا لازم نشتغلها والحلو كمان أنه خي ترك كل شغله ووقف حد بي لنرجع نسترجع على الأرض يمكن كنا كعائلة نحنا ما منحب أنه نظهر بمظهر كتير كبير بس بحس أنه اللي عم بيصير اليوم هو أقل شي فين يردلو يا لبي من تضحياته اللي عملها بالدمور هي أنه بنته تقل له أنه هون أنت أرضك هون ربيت هون عمرت وهون زرعت وهيدي بنتك عم تلك مرسي أجد اليوم عايشين بأجواء حروب وأجواء شكوك كل شي منبط مغيوم عينما كان معارفين مكرا كيف لاحق يكون كيفك في خضام هالمخاوف هذه في ثلاث محاور عم فكر فيها عطول أول محور منكمله من قصة الدمور أنه خايشي على أهلي بالدمور وبشوف وحاسي أنه الفكر العلمي اللي عندي بدي يكون محضرة يعني بدي يكون أجهزة لحيالة مفاجأة ممكن تصير مفاجأة بشعة أو حلوة لازم نكون جهزين وهيدا اللي عم جرب أعمله عم بتواصل مع أستقاء وعلماء وخبراء بالمواضيع كيف واحد بيتصرف أو كيف واحد بيتجهز له لسه محلة صار في كارسي الشق العلمي عم بيخليني أنه فكر بمنطق بدون ما يكون حتى قلبي بالنص هيدا أول شيء وبلشت أشتغل على هيدا الموضوع كيف نقدر نجهز الدمور كيف نقدر نعمل تجهيزات أطباء أطباء حيالة شي نكون إنه عم نتجهز للكارسي الكبير إن كان بالدمور أو بالشوف هذا الشق العلمي هذا الشق العلمي بس ما بتخصينا سؤال قالك تيز عددها الغلب إلى مين للقلب وإلى العقل فيما يخبص نجاة عن صليبة لا العقل أفضل بمعظم الأحيان لأنه بيخليك تفكر بجهوزية أكتر القلب بيصير بدك تتعاطى مع واطف يمكن ما تكون هي المنطقية اللي ممكن تلاقي لك الحل بس ما فينا نمح العاطفة العاطفة موجود من الشق العاطفة اللي هو كتير منطقي كمان نقصد حق الفلسطينيين بالعيش يعني اللي عم بيصير اليوم بيخليك دايما تسأل هل هالشي اللي عم بيصير صح ولا غلط مين لازم يدين كيف لازم نفكر بدي قول شغلي لأنه أنا بي تشربتي بالأيوبي وبي شغلي بالأيوبي كان عندي كتير تلميذ فلسطيني كان بي البي اس يعني قبل ما يخدوا الماجستير أو وقتا يخدوا الماجستير اللي كانوا يجو لحتى يعملوا الباتشلورس ديجري يعني الليسانس قبل الماجستير كان يكون حدا يعني عطيهم سكولرشيب مأمن لهم القسط لحتى يجو يتعلموا من أسكن ناس اللي إجت تتعلم بس كنت حس دايما وكنت أحكي معهم بطريقة متل ما حضرتك تفضلت إنه أنا دايما على علاقة مع كلميزة بتحديهم كنت أعرف إنه شو ما تعلموا الأمل مقطوش الأمل واقف لأنه ما بحق لهم يشتغلوا ولا بحق لهم يعملوا شي بعلماتهم إلا إذا سفروا يعني كان الأفق مسكر قدامهم ولما بدون يجوا ينقلوا على الماسترز ديجري كان كتير قليل السكولرشيب اللي بتأمن لهم إياها على الماسترز ديجري لأنه هن بيعتبروا إنه أعظم السكولرشيب إنه بيكونوا عطيوهم ديجري بالأول لحتى يبلشوا بالشغل كنت دايما التلميز الشاطرة اللون اللولي إذا أنتوا بدكن تقدموا تعملوا ماسترز ديجري تشوف كيفيني ساعدكن وكنت قدمى فيني اتواصل مع جهات مين حالة الفلسطينيين خاصة لأعطيهم هالماسترز ديجري لأنه أنا برأيه وقت يصير عندهم ماسترز ديجري بصير أسهل لهم يتوظفوا باللبنان وأسهل لهم يسافروا لبرا لحتى يليقوا شغل اللي عم جري بقوله كان عندي علاقة مباشرة مع عدد كتير كبير من الفلسطينيين اللي صرت معروفة أنه أنا حامل قضيتهم بقلب الجامعة اللبنانية وبقلب الكامسري ديبورتمنت أمريكي بقلب الجامعة الأمريكية لأنه كنت أعرف أنه الأفق مسدودة وما حدا إلو حق يقطع الأمل لشاب أنه يعيش كنت حسة أنه قضيتي وهني كانوا عارفين أنه هي قضيتي وساعات قدمة فيني عدد كبير من التلميذ وثلاث رباعهم عم بيعملوا بي أيتش ديز دكتورة بكل أنفق العالم وأنا فخورة فيهم قددتني لأرجع أقول أنه هيدا الشعب المسجون المكبوت المحروم وهلأ محروم من أبسط حق العيش اللي هي المي والكهرباء والطبابي ما حدا إلو حق إذا بدوا يحكي عن حقوق الإنسان أنه يشبقهم بأمر ورد كذلك ممكننا نكون عم نطالب بحقهم بالعيشة بغض النظر وين هي الحروب عم بتصير الحياة اللي هني عم بيشعشوها من سبعين سنة لهلأ كانت كلها أشحاف وكانت كلها تسكير أمال لقلون جيت على ذكر الأحلام وجيت على ذكر الأمال الآن سان إذا ما في عنده حلم ما في عنده نبط بيوعك اليوم وبيحس أنه هالنبط هيدا عم يخلق له وهم جديد عدف جديد حلم جديد حياته كلها رتابة ما فيه لك لقدام ما فيه طوة لقدام صحيح بالعبدولي بس كماني بعد الأسوة كلها فيه تغيير والتغيير لابد أنه يجي ما بدي احتكم لعقلك أو لعلبك أنت امرأة وعندها حدث أنت هار بتشوفي اليوم أنه عم نعيشه هو بداية إلى حل عادل وشمى بالمنطقة برهيك إذا بدأ نقرأ السياسة الجيو بوليتيكال فيه مشروع حل وتوضح من إبعال كتير من الدول أنه فيه خط رح يمرو رح يبلش بإنديا ويمشي لأوروبا ومن وراء هذا الخط رح يكون فيه انتعاش للاقتصاد رح يكون فيه يعني مشاريع كبيرة جديدة دايما دايما خوفي لأنه نحن اللبنانية منا جاهزين أنه ما نكون جزء من هيدا الحل إذا ما نحكي على نطاع المنطقة فيه حل هل نحن محاضرين ومجهزين أنه نكون جزء من الحل هيدا الخوف اللي عندي أنت اليوم دخلتي للصلب النظام وانت شفتي كيف تدار المؤسسات وكيف تدار الدول ومن يحكم فيه ربنان وكيف كله فائد ببعض هل بتشوفي بوجود هالوجوه يلي إليها زمان كتير التغيير رح يجي وبننتظر هيدا سلطة منا دولة هيدا ديكتاتوريات قصموا كل شي فيه حصص عننا وما خلوا شي ما بقوا شي سرقوا العالم سرقوا مصريات الناس من الجيوبة وأنا شفتهم كيف يشتغلوا وقعدت 240 نهار بالمجلس كل الشغل هو محاصصة وكل الشغل مش لقلنا مش للبنانية منشان هيك عم بقول كل شي فيه السياسات عم بتدور حولينا لجهها يمكن أفضل للمنطقة خوفي إنه ارتهاننا للخارج ارتهان القوى السلطة اللي معوجودة للخارج هو يخلينا مثل ما قلت برية التاريخ والجغرافيا هيدا السلطة خربت على المعدار 48 سنة أنا مني شايفي إنه هيدا السلطة قادرة تعمر ما فيها تعمر وإذا هيدا السلطة بدأت تبقى معنات أن احنا بإنين تحت عمر ديكتاتوريات وهو ديكتاتوريات ما بيفكروا بي بناء دولة بحيفكروا بس بناء زعمد زعمدون وبس أنا جات التعيت يمكن بمعظم السياسيين النواب هني زملال أهلك بالمجلسة النيابة وزراء حكما بتوجدوا بالمجلس أيضا تفي جرسات التعيت بيرو عسائر جمهورية الجسع النيابة الحكومة قاضي سياسيين أيضا التعيت بناشطين بنفس الوقت ولتعيت بناس أهم من الوحيد يوصل هنا أيضا السلطة النفوذ والسلطة بيغرو والناس كلا بدها توصل الناس يمكن هوات بتتبجع بأفكار بتحكي بتطلع العلام بدون بدي يغير بس هي ضمن المفاعلية ببدا توصل والسلطة بتشد مين احترمت من الناس كلا التعيت فيها في كتير في كتير ناس عم بتجرب لو ما هيك ما كان البلد واقف عجرة يمكن ما بوافق معهم بكل شي عملوه بس في كتير اشياء استوقفتني عند اشخاص يعني ما فيني استثني واحد فيني اقول في ناس وزراء عم بيشتغلوه قد ما فيون بالمعطيات اللي عندو وفي نواب نفس الشي عم بيعملوه ان القادس يسيرين لا ما فينه هو لي سلطة هو لي أبدا أبدا ما حسيت ولا مرة انه مواقفهم هي للبلد يعني وقت الانسان بيوقف بيحكي عن حزبه أو عن مشاريعه إلو قبل مشروع الوطن ما بفتكر هيدا الانسان رح يفكر بوطن وكل اللي عم بسمعه هو شو بيعني له لا حزبه وكيف حزبه ممكن يبين أكتر من غيره ما شفت لحد هلأ بكل الاستحاءات الجدية المصيرية اللي وصلنا له انه في ناس من هود القادة السياسيين عم بيحكي شو في مصلحة لبنان قبل مصلحة حزبه ما شفت من حدا لا من نوابهم ولا منهم وهيدا كتير بحزب قلبي انه لأ هن مش موجودين لأنه البلد موجود هن مستعاملين البلد ليقوا وجودهم وهون في فرق كتير كبير نحنا وطن قبل ما نعمل أحزاب وإذا الوطن فل هن أحزابهم رح تفل كمان لأنه ما حدا رح يستقبلهم بره بس حاسي انه نحنا عم نستعمل أرض الوطن متل مطرح لحتى نخلق نحنا ونعيش نحنا بدون ما يعيشوا التانيين وهيدا الشي كتير غلط ببناء دولة ببناء وطن بنعيش كمواطنين مع بعضنا كل الخطاب هو شو فيه منيح لقلي شو فيه منيح لحزبي وبعدين بشوف شو بده الوطن متل ما منتصرف بكل شي من كبس بلتنا بره لأنه بيتنا بدنا ينضيف كل شي من خربة القانون ومندعس على القانون بره بس لأنه نحنا لازم نكون فوق القانون وكل الناس تحت القانون يعني التصرف اللي بيعملوه اللي هو أبسط شي بيعملوه كمان بخياراتهم السياسية واستحقاء الرئاسة الجمهورية هو أهم استحقاء مش لشخص الرئيس هو لانتزام العمل المؤسساتي نحنا عنا حكومة مستقيلة منا قادرة تعمل قرار بالحرب والسلم ونحنا على أبواب حرب يمكن وإن شاء الله لأ بس عمقول أنه كل هالاستحقاءات هي بتبلش برئيس الجمهورية يمكن عجبنا النظام أو مش عجبنا بس بغير وقتا يكون فيه نظام هلأ شو منعمل؟ أنا مش عجبني هيدر لأنه هيدا وقف ضد الطيار أو ضد الحزب بوقت معين من شن هيك مبادية لا على أساس وطني ولا على أساس مشروع وطني ولا على أساس كيف منحمل وطن كلها استنسبيات وكلها مكاسب حزبية دايقة على حساب الوطن للأسف من شن هيك ما فينا أبدا من هيدا السلطة استثنى حدا عم بيشتغل للوطن نحن عاشين طبعا بزمن هنكيات وكيديات يعني إذا شخص ما منلتع نحتوية بمشروع سياسي حتى لو عجب بمشروع ماهي محق وعادل وشامل وبيفيد البلد كله ونوقفه فقط لأنه هو من فريق منعض لفريا نحن وهيدا مش كتير كبيرة بس بدرجة على موضوعك نجات أنت دخلت أنا دولة برلمانية تم انتخابك وهذا شكل صدمي يجيبية عن كل الناس دايس انبسطوا كتير الناس كانوا عم يعرفوك عم يسمعوك عم يتبعوك وانت معملت حملة انتخابية تقليدية مكافية ميزانية ووصلت ونجحت وبأصوات كتير كتير من الناس وضعوك بخانة التغييريين يعني نواب تغييريين ومعك أنت في أيضاً ناس دخلوا النادوية البرلمانية بس ما فينا نوضح الناس كلها بنفس الإطار مشكلة بتشبه بعضاً في ناس إجوا بأصوات قليلة لأنه عنو الانتخاب سمحتوا نكونوا نوعب وفي أشخاص عندهم عجنداهت وفي أشخاص أنفق وأموال كتير كبيرة بقى بشوف أنا مش حفى شي بحقك أنت وفي أخرين أيضاً من توضعوا بنفس الخانة بس وقت دقلك اليوم أنت أصبحت بنادوية البلبانية هل بتشوفي أنه الناس اللي انتخابوك فعلاً تغيروا هل الناخب اللبناني اللي عم يضي اللي بيصوته عم يعرف ليش عم يضي اللي بيصوته في انتخابات بعد سنتين لا حتصير يمكن إذا بينا هون نحنا هل الناس تنتخبوك لحيده انتخابك أنت وعدده لحيكبر أكتر وينتخبوه ناس أفضل اللي منتخابوه المرة الماضي أو بعد هذي الشخص وتأليه الزعيم التأليدي لح تبقى طقس مستمر بحياته اللبناني هلأ ما في شي أسود وعبيض بس أنا عم بتيقول شغلي أنه اللي انتخابوني أو اللي انتخبوا التغييريجين بيحترم رأيهم لأنه قرروا أنه يفكروا أنه إذا هيدا الإنسان عنده مشروع وأنا بدي انتخبه ما لحقه الزعيم يعني فيه فرق بالناخب ناخب اللي انتخب التغييريين قرر أنه اتطلع بالشخص وحكم أنا عقلي وشوف إذا بناسبني ولا ما بناسبني لحتى انتخبه ما كان فيه مثل تبعية كاملة لزعيم لحتى يروحوا ينتخبوه على العلمياني تفرق كتير بين الشخص اللي عم بفكر عم بيقول أنا بدي انتخب إنسان لأنه عنده هيدا المواصفات أو بدي انتخب إنسان لأنه أنا بعرفه وبحبه كزعيم واتنايناتون فيه فرق كتير بيناتون منشان هيك لما نحنا طلعنا وبلشنا نشتغل كان فيه انتقاد كبير لألنا وهيدا بحطه عراسي لأنه اللي انتخبني أصلا هو قال أنا بدي فكر قبل ما انتخب كيف بدي إيه إنه يفكر قبل ما ينتخب وما بدي إيه يفكر من بعد ما ينتخب بالعكس يعني كل الانتقادات وكل المصارحات وكل التوجيهات وكل حتى الأشياء المنيحة لإيجابيات اللي صارت من وراء الناخب التغييري كانوا كتير مناح وأنا بيحترمون وبيخدون كلهم بعين الاعتبار لأني بيحترم الناخب اللي قرر إنه ما ينتخب بس لأنه بحب زعيم من هون هيدا شغلة كتير مهمة هل هيدا الشي بده يتطور إن شاء الله إنه يتطور مش لحتى بس ينتخب الزعيم حتى ينتخب حيلا إنسان حابب إنه يفوت على البرلمان ويكون عنده مشروع انتخابي ويحسبوه على اللي يشتغلوا يعني أنا بدي إنه الناخبين بعد أربع سنين يحسبوني ويحسبوني بكل موضوعية مش يكونوا من جرفين بالإعلام وشو الإعلام بده يظهر وشو الإعلام بده يقبي وأنا بآمن بزكاهن وبيعلمنيتهم وبيعلمون يتسحي حسبونا عا كل نقطة عملتا وعا كل دقيقة مرأتا بهول أربع سنين ومستعد يقعد أنا وإياهم تاني تواجه وإذا أهل إنه كمل يمكن كمل بعد ما أررت وإذا أهل إنه ما كمل كمان هني يبدوا برأيهم هاي دي الشغلة كتير مهمة يعني أنا ما جيت من ناس بيعرفوني لأني كنت معروفة أنا جيت من ناس شايفوا مسيرتي وقرروا إنه ينتخبوني شتي مرحة من ناس حقيقة وهيدا مسؤولية كتير كبيرة بتنام وبتقوم معي لأنه ما بدي ما بدي يكون يعني بدي يكون على قد المسؤولية اللي عطشوني إياها نجات دي تغيرت أنت بها لسنتين تغيرت كتير لأنه وقت تكون عم تشتغل بمؤسسة مثل الجامعة الأمريكية أنت محاط وهيكي شلترد يعني مخبه محويم حصن محصن بالمؤسسة الكبيرة لكل شخص فيها من رئيسة لأصغر إنسان فيها عم بيشتغلوا ليحموا المؤسسة ولحتى هاي المؤسسة دلت كبر لما تظهر على المعترك السياسة هايدي الغلايف اللي حميك المؤسسة اللي موجودة للأسف ما كانت موجودة هل بردت؟ هايدي اللي دايماً بطالب فيه هل سقعت وتتركت لايو بي؟ مش قصة هيك قصة إنه اتفجأت قدي نحنا مؤسسات الدولة المهترية كمان موجودة بقلب البرلمان يعني هل عدم اهتمام الناس بالمؤسسات من ورا عدم اهتمام النواب والوزراء وكل ناس هو مسؤولين عن احترام المؤسسات العامة حتى الناس تصير تحترمة يعني لازم يكون المجلس النيابي مطرح ما يوقف شغل وما يكون عم بيوقف لحتى يهتم بالناس ولازم يكون الكهرباء فيه على القليل 24 على 24 حتى النواب ساعتلبدهم يستلموا يستقبلوا ناس ويشتغلوا ويعملوا اجتماعاتهم يكون المطرح متوفر لإلهم ولا للمكاتب متوفرة ولا التبريد لحتى يكون الجو متاح لحتى نقدر نشتغل موجود يعني فيه عدم مش مش تقليه بس عدم احترام هيدا المؤسسات وهيدا الشي من راس الهرم لآخر الهرم وهيدا بحس بقلبي يعني هلأ وقتا روح على مطرف وحدا يحكي عن الأمن العام أو الأمن الديكلي أو حيالة مؤسسة عامة بزعل انه لأ هولي مؤسساتنا اذا نحن ما بدنا نحترم هولي المؤسسات معنا دولة اكيد على هاتك كترة وقتا انتهلت الى المعترك العام انت عم بتعطي بالشأن العام ناخبين تقنيين السفراء حال بتشوفي انه هالناس فين يكونوا اصدقاء نهارا من ايام هم بتشوفي انه هن اصدقاء ظرفي فين شوي بلش فلسفة وبعد انه نرجع ننزل للا الاصدقاء بالاصدقاء يعني هو تعريف الاصدقاء شوي صعب لانه لانه اذا بدنا نقامن انه الحياة هي سطر واحد متكامل ساعتها فيك تاخد صديق واحد وتقول انا بدي هي اعطو الحياة بس الحياة منها لايم يعني منها سطر يعني فيها طلعات وفيها نزلات وفيها تكويعات وعا كل كوة وعا كل مطب وعا كل طلع وعا كل نزل في عندك ناس تلتقى فيهم هو اللي بيكونوا الاستقاء بهاي المرحلة المعينة مرة في صحبتي ايطالية قالتلي انو الحياة متل واحد ماشي بالصحراء ومبكل وقت يعني هو ماشي بياطش بده يشرب شوية ماء ووقت يكون حدك صديق بهاي الفترة اللي انت واقف عشان وبدك تشرب ماء بيكون هيدا هو الماء اللي عم جري بقوله انو الاصدقاء هن مراحل وهن ناس بتخلق وبتكون معك بالمرحلة اللي انت عايزون فيها المهم انو واحد يترك اثر حلو تكون الاصدقاء اللي بيدلوا معك بكل المراحل شو بتسميهم هولي نعمة هولي 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 هدية كبيرة من الله اكيد نجات كدي توصل على الجامعة تلتقي بزميلتك وصديقاتك انا بأخذ في عنديك اصدقاء مقربين اللي جامعة وبعدهم اكيد لها القراب منك هل بتحني لها داك الزمن تخدوها هو يسوى تحكو عن مشاكل الحياة عن مشاكل البلد عن مشاكل الطلاب عن مشاكل التعليم بتحني له المرحلة هيديا وابدا صارت موقفت بعدها اكيد اكيد التواصل تشوفهم دايما بس في شغلة كتير حلوة بالايوبي مش موجودة بكتير جامعات تانية انه بحكم صغر لبنان وبحكم كبر الجامعة الامريكية ما حدا من الاسيدزي وبحكم الريسورج اللي بنعملها ما حدا بحس حاله بعيد عن بره برية الايوبي هلأ في ناس بتفضل انه الدل جوه بس نحنا خلقنا شي اسمه سكولر اكتبزم شي يعني يكون سكولر شي يعني يكون واحد ريسورج واحد مهم انه يخرق هيدا الجدار اللي موجود بين الجامعة وبين المجتمع وهيدا الشي كنا عم ندرسوه بالريسورج تبعنا يعني كارمن جحة نوهاد دومد قلادي سحنان ريمة كرامي ايمان نوهد خلقنا شي اسمه بين انتتش وثا كوميونيتي يعني ما فينا نعمل نحن ريسورج بعيدة عن الواقع اللي موجودين فيه ومنشان هيك بدنا نزيل ما يكون فيه جدار بين الايوبي والكوميونيتي اللي عايشين فيها وهيدا الشي تطور لحتى صار عالمي نحنا تقريبا هلا اكتر من مئة استاذ جامعة بكل انحاء العالم حبين حبين يعرفوا كيف نحنا تصرفنا من بعد انفجار بيروت وكيف خلقنا هاي التواصل نحنا والمجتمع وهيدا الشي عم بكمل اكتر هلا بوجوده بالبرلمان كيف ممكن اساذة الجامعة يكونوا على تواصل مع الناس اللي بتشرع بالبرلمان حتى نكمل بعضنا مش انو نشتغل كل واحد لحاله وهيدا الشي تهلق العالم عم بيخلقوه ومن جمعتين كنت بأول اجتمع عالمي عن شي اسمه science diplomacy يعني السياسة العلمية وكنت من أول المعزومين على هيدا المؤتمر لحتى احكي عن شي اسمه كيف العالم بيقدر يخدم السياسة وكيف السياسة بتقدر تخدم العالم مش بس على السعيد المحلي على السياسات العالمية ما كتبت عنه على تويتر لانه حسيت انه قصة وقضية فلسطين اهم بكتير من هيدا الانجاز الصغير بس انا ماني مقطوعة عن العالم ابدا وانا بهمني انه العلم يكون منت الاقاء يعني بيساعد السياسات العالمية واجتماعي بأهم قضاة عالميات من من هيلاري كلينتون ل ماري روبنسون لهيلان كلارك كنا بس لتعشر امرأة في العالم هيدا منه تفصيل انه نقعد نفكر كيف نقدر نكون نحن من صانعين السياسات العالمية جاءت بتشوفي زوجيك انا بنسكر عاشين بقارتين انت ويهو بامريكا وانت هون هلأ صار بدنباي صار قريب عليك بتشوفي اكتر يعني يعني الف عفلة انت ما خطي تغربت الهمومي هيدا كان عن قرار كان عن خوف وهي اول مرة بحكي انا كتير بتاع بعيشت احب الاشياء الطبيعية ولما جوزنا وكان لازم نعمل اشياء ارتفشل لحتى نجيب وليد خفت وعصام كن دايما مشجع لكل القرار بياخد لاتمين اليوم انا كل الدن اولادي وكل التلميذ اللي كنت حبوهن كنت اعرف انه لو كان عند اولاد كنت حبيت انقذن وكل التلميذ اللي بيشتغلوا معي باللاب بيعرفوا واخر تلميذ كان فلسطيني لأ بعد عندي تلميذين باللاب بس التلميذ الفلسطيني اللي شلته من عين الحلوة وهلأ صار بس فيسرا عم بيعمل PHD انا فخورة في يون كلن ويمكن لو كان عند اولاد ما كنت حبيتون هلأ ايمين بتولي عزرا عزرا لكل اللي انتخبوني اول ما طلعت على التليفزيون قلتلو لنبيه بره مدرسي ايمين بتولي شكرا شكرا لأمي والباية والعصام جوزي واكيد للي انتخبوني بس انا ما فيني وقف يعني ما فيني بس اقول شكرا لعصام عصام كل شي بحياتي ويمكن حكيت عنه عندت مرات لانه ولا مرة وقفني بالشي وكان من الداعمين لكل شي بعملو كل حياتي تحياتنا العصام بالاخير للناس اللي بيعرفوك سطحيا بيعرفوك مثل ما انا بعرفك وللناس اللي ما بيعرفوك ابدا شو بتحبي يقولوا عنك او يكونوا فكرة عنك انا مثل ما انا what you see is what you get هاي انا انا بشتغل كتير بآمن بقضيتي وقتا لازم اتحيساب انا مستد هاي انا هاي نجات صليبة شكرا عم اشاركي بها البودكاست thank you بلتايا عريبا it's an honor خليليك thank you الى بقاء